بحضوري سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني وسعادة السيد عيسى بن عبد الرحمن الحمادي وزير الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل السباق السابع لهذا الموسم والذي أقيم على كأس العيد الوطني المجيد برعاية وزارة شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب وكؤوس شركة الحواج ومؤسسة الحصان العربي لخدمات الفروسية وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفاب الصخير وقد أشهد سعادة السيد عيسى بن عبد الرحمن الحمادي وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب بالمشاركة الشعبية في الاحتفالات والمهرجانات الوطنية بهذه المناسبة بما يعكس التلاحم بين القيادة والشعب وتوجه وزير شؤون الإعلام وشؤون المجلسيين بشكر والتقدير إلى سمو الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل ونائبه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة على دعمهما للأنشطة الرياضية والترفيهية وتوجهاتهما لإنجاح سباق كأس العيد الوطني والمهرجانات العائلية والترفيهية المصاحبة كما رفع وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي شورى والنواب أسمايات التهاني والتبركات إلى القيادة الحكيمة بمناسبة الأعياد الوطنية معربا عن فخره واعتزازه بمسيرة الإنجازات التي تشهدها المملكة في جميع المجالات وعلى مختلف المحافل الإقليمية والدولية وقد تم تتويج الفائزين بالسباق حيث قدم سعادة وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي شورى والنواب كأس العيد الوطني لسمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة فيما قدم جواد الحواج كأس شركة الحواج للشوط الرابع إلى المضمر الفائز جيمز نيلر وكأس الشوط السادس إلى الملك الفائز جعفر مرزوق فيما قدم الدكتور عبدالله الحواج كأس الحواج للشوط الخامس إلى المضمر الفائز رمز البقلاوة فيما قدم علي المدحوب كأس مؤسسة الحصان العربي للشوط الأول لسمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة وقدم زيد حسن المدحوب كأس مؤسسة الحصان العربي للشوط الثاني إلى المضمر الفائز يوسف طاهر وقدم سجاد حسن المدحوب كأس الحصان العربي للشوط الثالث إلى المضمر الفائز عبدالله كويتي ماشاء الله جداً قوي يعني اليوم هزيمة منسبة ورد اعتباره من الحصان أندرويد أعتقد هذا يعني بيّن لنا أن هناك الأسماء يعني ما تقدر أنت تجزم على أسم تقول أن هذا الحصان راح يفوز لا الحصان أحلى ذكره